الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 سيلندر هاش أربعة جلو بلاك سيركيت ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام يعتبر عاما لأنه ينطبق على جميع طرازات وموديلات المركبات 1996 1996 الأحدث على الرغم من أن خطوات الإصلاح المحددة قد تكون مختلفة قليلاً اعتماداً على الطراز يتعلق هذا الرمز باستخدام محرك الديزل لتسخين رأس الأسطوانة لبضع ثوان عند محاولة بدء تشغيل محرك برد يسمى قابس التوهج يعتمد الديزل كليان على المستوى العالي للحرارة من خلال الضغط لإشعال الوقود تلقائياً فشل توهج قابس الأسطوان هاش أربعة عندما يكون محرك الديزل بارداً فإن درجة حرارة الهواء العالية جيداً ناتجة عن ارتفاع المكبس وضغطه للهواء تفقد بسرعة من خلال نقل الحرارة إلى رأس الأسطوانة الباردة يأتي الحل في شكل مسخن على شكل قلم رصاص يعرف باسم شمعة التوهج يتم تثبيت قابس التوهج في رأس الأسطوانة بالقرب من النقطة التي تهيئ الاحتراق أو النقطة الساخنة يمكن أن يكون هذا في الغرفة الرئيسية أو الغرفة التمهيدية عندما يستشعر كمبيوتر إدارة المحرك أن المحرك بارد من خلال استخدام مستشعرات الزيت وناقل الحركة فإنه يتخذ قراراً بمساعدة المحرك في البدء باستخدام شمعة التوهج قابس توهج محرك ديزل نموذجي يقوم بتأسيس وحدة مؤقت قابس التوهج والتي بدورها تؤسس تتابع قابس التوهج الذي يرسل الطاقة إلى شماعة التوهج تستخدم الوحدة الطاقة على شماعة التوهج يتم دمج الوحدة بشكل عام في كمبيوتر إدارة المحرك على الرغم من أن المركبات ستحصل عليها بشكل منفصل سيؤدي التنشيط لفترة طويلة إلى إذابة سدادات التوهج لأنها تنتج الحرارة من خلال المقاومة الثقيلة وتتوهج باللون الأحمر الساخن أثناء التنشيط يتم نقل هذه الحرارة الشديدة بسرعة إلى رأس الأسطوانة مما يسمح لحرارة الاحتراق بالحفاظ على حرارته لجزء من الثانية التي يستغرقها إشعال الوقود الوارد لبدء التشغيل يخبرك الرمز P0674 أن هناك خطأ في دائرة قابس التوهج مما يتسبب في فشل قابس التوهج على الاستوانة رقم 4 في التسخين يجب فحص الدائرة بالكامل لتحديد موقع الخطأ ملاحظة في حالة وجود رمز مشكلة P0670 مع DTC هذا قم بإجراء تشخيص P0670 قبل تشخيص هذا الرمز الأعراض مع وجود عطل واحد في قابس التوهج بخلاف ضوء فحص المحرك ستكون الأعراض ضئيلة حيث سيبدأ المحرك عادة بسدادة سيئة واحدة في ظل ظروف التجميد من المرجح أن تواجهها الرمز هو الطريقة الرئيسية لتحديد هذه المشكلة سيقوم كمبيوتر إدارة المحرك PCM بتعيين الرمز P0674 سيكون من الصعب بدء تشغيل المحرك أو قد لا يبدأ على الإطلاق في الطقس البارد أو عندما يجلس لفترة طويلة بما يكفي لتبريد الكتلة نقص الطاقة حتى يسخن المحرك بدرجة كافية قد يغيب المحرك بسبب درجة حرارة أبرد من درجة حرارة رأس الأسطوانة العادية قد يتردد المحرك عند التسارع لا توجد فترة ما قبل التسخين أو بعبارة أخرى لا ينطفئ ضوء التسخين المسبقي الأسباب المحتملة قد تتضمن أسباب هذا DTC ما يلي الأسطوانة المعيبة هاش أربع قابس التوهج فتح أو قابس دائرة التوهج موصل الأسلاك التالفة وحدة التحكم في قابس التوهج الخاطئ خطوات التشخيص والحلول الممكنة ستحتاج إلى جهاز قياس الفولت الرقمي OMA DVOM للاختبار الكامل استمر من خلال الاختبارات حتى يتم تأكيد المشكلة ستحتاج أيضا إلى ماسح رمز OBD أساسي لإعادة تعيين الكمبيوتر ومسح الرمز تحقق من سدادة التوهج بالأسطوانة هاش أربعة من خلال فصل موصل السلك على القابس ضع DVOM على أوم ووضع الرصاص الأحمر على طرف توصيل التوهج والرصاص الأسود على أرضية جيدة النطاق من 0.5 إلى 2.0 أوم تحقق من قياس التطبيق الخاص بك عن طريق الرجوع إلى دليل خدمة المصنع إذا كان خارج النطاق فاستبدل قابس التوهج تحقق من المقاومة في سلك قابس التوهج لشريط حاملة تتابع سدادة التوهج على غطاء الصمام لاحظ أن المرحلة يبدو كترحيل للمبتدئين يحتوي على سلك قياس كبير يؤدي إلى شريط الحافلات حيث يتم إرفاق جميع أسلاك التوصيل المتوهجة اختبر السلك على مقبس التوهج رقم واحد عن طريق وضع الرصاص الأحمر على شريط الحافلة رقم واحد والسلك الأسود إلى جانب قابس التوهج مرة أخرى 0.5 إلى 2.0 أوم مع 2 أوم كونها أعلى مقاومة إذا كان أعلى استبدال السلك يؤدي إلى سد توهج من شريط الحافلات لاحظ أيضا أن هذه الخيوط من شريط الحافلات إلى المقابس هي روابط قابلة للانصهار أعد توصيل الأسلاك تحقق من نفس الأسلاك ابحثا عن الرخاوة أو الشقوق أو العزل المفقود قم بتوصيل الماسح الضوئي للرمز بمنفذ OBD تحت لوحة القيادة وأدر المفتاح إلى وضع التشغيل مع إيقاف تشغيل المحرك امسح الرموز موارد P0674 إضافية وجدنا اثنين من الموارد المفيدة التي قد تساعدك في تشخيص وإصلاح DTC الخاص بك الأول هو رابط لمؤشر VW Glow Plug والثاني هو مقطع فيديو نحن لا ننتمي إلى أي مصدر جلوب لاجز 101 at tdiclub.com ترجمة نانسي قنقر